السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من تعلم العربية النهاردة سنتابع بإذن الله ما بدأناه في كرس النحو المجاني وهنعرف النهاردة بإذن الله إعراب جمع المذكر السالم خليكم معا ايه هو أصلا جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين اثنين بس يعني مذكر اثنين بزيادة و و نون أو ياء و نون يبقى أنا بزود على المفرد و و نون أو ياء و نون امتى؟ برضو هتعرف أثناء الشرح طيب ليه سموه جمع؟ لأنه بيدل على أكثر من اثنين طيب ليه سموه مذكر؟ لأنه بيدل على مذكر طيب ليه سموه سالم؟ سموه سالم يا أولاد لأنه هو المفرد بتاعه بقي سليما كما هو لم يتغير أو لم يتبدل بقي المفرد سليما كما هو فسموه مذكر سالم ليه سالم؟ لأن حروفه في المفرد لم يحدث لها شيء معلم معلم وزودت و و نون أو ياء و نون أصبحت معلمون أو معلمين مهندس هي مهندس برضو بس زودنا و و نون أو ياء و نون فأصبحت مهندسون أو مهندسين فجمع المذكر السالم سميه سالم لأنه المفرد بقي سليما المفرد بقي سليما لم يحدث له شيء إلا أنه إحنا زودنا و و نون أو ياء و نون تمام كده؟ تعال نشوف حالات إعراب جمع المذكر السالم في حالة الرفع يرفع وعلامة الرفع الواو والنصب و الجر يكون بالياء يعني إذا وجدت و و نون في آخر الكلمة اللي هي جمع مذكر سالم اعرف إنها مرفوعة على طول ولو لقيت ياء و نون اعرف إنها منصوبة أو مجرورة على حسب الجملة تمام يبقى يرفع وعلامة الرفع الواو وينصب و يجر بالياء طيب تعال معين نشوف الأمثلة كده المدرسون نشيطون رأيت المهندسين سلمت على الناجحين الجملة الأولى المدرسون نشيطون اسمية أم فعلية؟ أحسنتم اسمية لأنها بدأت باسم يبقى الجملة الإسمية فيها مبتدأ وخبر المدرسون مبتدأ وقلت لكم إن المبتدأ دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع والفاعل دايما مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة الرفعي جمع مذكر سالم يبقى علامة الرفع الواو نشيطون خبر مرفوع ايضا وعلامة الرفعي الواو طب لماذا الواو لانه جمع مذكر سالم اتأكد انه هو جمع مذكر سالم ازاي لو شلت الواو النون ترجع مفرد انا عارفه سليم نشيط شل الواو النون شل الواو النون المدرس نشيط يبقى رجعت مفرد لما بضع الواو النون جمع اشلهم مفرد احسنتم يبقى جمع مذكر سالم لان مفرده بقي سليما لم يتغير يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو معلش انا بكرر كل شوي عشان تثبت في دماغ الطفل نشيطون خبر مرفوع وعلامة الرفعي الواو طب الجملة اللي بعد كده رأيتوا المهندسين رأيتوا فعل رأى دي فعل شيء بيدل على حدث في زمن الماضي رأى طيب اين الفاعل احسنت التاء دي يا جماعة اللي عليها ضمة اسمها تاء الفاعل يبقى رأيتوا فعل وفاعل مع بعض اي تاء عليها ضمة كده في الفعل كده يبقى رأيتوا شربتوا اكلتوا ذهبتوا ذكرتوا تو تو التاء دي اسمها تاء الفاعل رأى فعل والتاء تاء الفاعل طيب يبقى الجملة الفعالية ناقص فيها ايه كده مفعول به يبقى المهندسين هم اللي انا رأيتهم يبقى مفعول به منصوب اي مفعول به منصوب يا شباب اي مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة النصب ها الياء ليه لانه جمع مذكر سالم اتأكدت ازاي شلت الياي والنون بقت المهندس رجعت مفرد سليم اهو يبقى دي جمع مذكر سالم يبقى لما يكون مفعول به منصوب يبقى منصوب وعلامة نصبه الياء مفهوم الكلام ولا صعب طيب سلمتوا على الناجحين جملة فعلية انا جبتلك تاني التاء الفاعل اهيه سلم الوحدها فعل ماضي طب والتاء تاء الفاعل يبقى جملة فعلية فعل وفاعل على حرف جر اي حاجة بعد حرف الجر اسم مجرور يبقى الناجحين اسم مجرور وعلامة الجري ها اتأكد انها جمع مذكر سالم اهو الناجح ممتاز يبقى الناجحين دي جمع مذكر سالم يبقى الناجحين اسم مجرور وعلامة الجري برضو الياء يبقى جمع المذكر السالم بيرفع وعلامة الرفع الواو ينصب علامة النصب الياء يجر وعلامة الجري الياء تعال معايا نشوف الملحوظة الزغيرة دي كده المساكين والشياطين دي جمع مذكر سالم ولا لا هتقول لي بسرعة أيها أستاذ أخيرها يقوى نونها وجمع يبقى جمع مذكر سالم هقولك لا استنى ركز المساكين شيل اليقوى النون في حاجة اسمها المساك مفرد المساكين المساك ولا المسكين آه يبقى ده مش جمع مذكر سالم ده جمع تكسير الشياطين شيل اليقوى النون بقت الشياط الشياط دي مفرد لا مفيش حاجة اسمها الشياط يبقى الشياطين مفردها الشيطان أعوذوا بالله منه يبقى دي مش جامع مذكر سالم ده اسمه جامع تكسير تكسير كده نكون خلصنا درس اعراب جامع المذكر السالم يارب تكون استفدت دمتم بخير والسلام عليكم